أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناع يأتي على الرأس أولويات عمل الحكومة المصرية بما يحقق مستهتفة الدولة ذات الصلة بتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وتوفير مزيد من العملة الأجنبية وخلال لقائه مع المهندس أحمد الجندي مدير عام شركة هار مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية أكد مدبولي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع هار الصناعي وافتتاحه للمرحلة الأولى من المصنع يؤكد حرص جميع جهات الدولة على نجاح هذا المشروع الهام ودعم الدولة الكامل لكل المستثمرين الجادين خاصة الذين يضخون استثمارات مباشرة ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية بما يسهمه في خفض الفاتورة الاستيرادية ووجه مدبولي بتوفير 45 ألف متر مربع من الأرض طلبتها الشركة للقيام بتوسعات وتنفيذ مصنع التكيفات المركزية